لا يتجول وحيدا هذا القائد الميداني في شعاب جبال كونر شرقية افغانستان وانما ترى معه مئات من مقاتل الحزب الاسلامي الذي يتدعمه قلب الدين حكمة يار في منطقة تعرف تقليديا بولائها له وتستشعر القيادة العسكرية لهؤلاء انها باتت في وضع يمكنها من ارسال التحذيرات لامريكا وحلفائها ارى ان من الانسب لهم ان يخرجوا من افغانستان حتى لا يخسروا انفسهم في امر لا جدوى منه وان يعودوا الى بيوتهم وبلادهم سالمين قبل ان يولوا وهم يجرون اذيال الهزيمة خطة هؤلاء هي مزيد من المقاتلين في مواجهة مزيد من القوات الاجنبية وفق الخطة الامريكية الجديدة في افغانستان لكن رسالة مسلحي الحزب الاسلامي وجهت كذلك للجنود الافغان بان لا ضير عليهم انهم التزموا الشرع وتجنبوا القتال والى المنظمات المسلحة الاخرى لسيما طالبان هي نحن هنا سياسة الحزب تجاه الذين يحاربون القوات الاجنبية ثابتة فهم جميعا اخواننا ولا نضمر لهم اي حق وليس في كونر ما يثير القلق فكما تعرف انه لا توجد منظمات اخرى هنا وكما ان الغالبية في الجنوب لطالبان فهي لا توجد منظمات اخرى هنا